بسم الآب والابنة والروح القدس الإله الواحد أمين أهلا بكم أنا عاوز أبتدي بسؤال حد فيكم جرب الظلم؟ طب إيه رأيكم أحكي لكم حكاية عن الظلم حكاية أنا كنت شاهد عليها قبل ما أتكلم في الموضوع بتاعنا كان فيه شاب الشاب ده بيعترف عندي شغال في إدارة مالية لأحد الشركات الكبرى اللي هي الميزانيات والمشاريع بتاعتها بالمليارات نتيجة إنه إنسان مضاقق في الإدارة المالية اكتشف إن فيه حسابات متغطية وحسابات مش مصبوطة واكتشف إن اللي بيسرق الشركة المدير المالي بما له من صلاحيات مالية عالية قوي قصة دي كانت من عشرين سنة فهو راح وصلى وحس إنه مقدرش يعمل كده وغساطا الشركة دي بيأكل منها عيش وما ينفعش الشركة دي تتسرق فراح لمدير الشؤون القانونية وقال له أنا أعرف فيك النزاهة وأنا اكتشفت واحد اتنين تلاتة الراجل قال له ياه السرقات دي بتحصل فعلا قال له أه قال له كتب لي الكلام ده في ورقة نقطة نقطة إيه البنود وإيه الحسابات دي الولد عمل كده كتب البنود دي كلها وراح لمدير الشؤون القانونية وقدم له السرقات شكلها إيه بالملايين بالملايين في السنة يعني فمدير الشؤون القانونية قال له اديني فرصة لمدة شهر علشان نقدر نعمل كل حاجة صح وما تجيليش تاني عشان ما تفيدش إيه النظر قال له حاضر الولد حس إنه بيعمل حاجة كويسة قوي فات شهر في الشهر ده فوجئ في الآخر إن اتعمله محضر جوه الشركة بإنه عليه شبهة اختلاص وسرقة ويقدم استقالة هي هيحولول النيابة استعجب جدا طلب يقابل مدير الشؤون القانونية اللي قابله قبل كده الحقيقة المدير ده رفض وتهرب منه واكتشف بعد كده إن كانت شبه عصابة مدير الشؤون القانونية مع مدير الإدارة أو المدير المالي بتاع المشروعات دي كلها أو الشركة دي كلها متفقين مع بعض وعشان متفقين مع بعض خلوه يكتب كل الأخطاء عشان يكون عندهم فرصة لمدة شهر يخلقوا مستندات ويزوروا مستندات ويغطوا على نفسهم وما كانش عنده أي حل لإنه ربطوله أو عملوله حتة فخ ولبسوه قضية ما بين السجن أو الاستقالة ووروا المستندات اللي ممكن يدخلوا بهالسجن بالرغم إنه إنسان بريء وطلع برة السؤال اللي كان تعبوا قوي قوي ربنا كان فين خير تعمل شر تلقى ليه قصة دي حصلت حكي لكم حكاية تانية من غير تفصيل لأن القصة دي حصلت معايا أنا تعرضت برضو في فترة من فترات حياتي وأنا شغال لقضية ظلم وروحت لأب اعترافي مستغرب فأب اعترافي قال لي فيها أمور ما بنعرفهاش دلوقتي بس هنعرفها مع الوقت اقبل الظلم وقسكت وهقول لك حاجة قل لي لعل الله سمح ليك بالظلم عشان لما تبقى خادم قديم أو أمين خدمة في يوم من الأيام وجيلك إنسان مظلوم ما تقولوش كلام نظري لأن الظلم بيحرق الظلم بيتعب وأنا بعترف قدامكم يا حبايبي وأولادي الفترة اللي أنا مريت بيها وكنت في أوائل العشرينات بالظلم البين ده اللي وقع علي في الشغل اللي أنا كنت شغاله فعلا أفقدني اتزاني لدرجة كنت بقول يا رب أنت فين خير تعمل شر تلقى كان موقف مشابه بس قصة مختلفة تماما أنا عاوز أقفل عند كده علشان إحنا مبارح مبارح أو آسف الأربع اللي فات أو يعني في المرة اللي فاتت اتكلمنا عن شاب زينا أو واحد مننا وأخدنا قصة يوسف الصديق بس اتكلمنا على الأخطاء اللي وعي فيها يا عقوب والأخطاء اللي وعي فيها يوسف من الدلع والإفتخار والأميس الملون هنكمل قصتنا مع يوسف في الصوم اللي احنا فيه وهتكلم معاكم على أنا مظلوم لأن يوسف شابه المسيح في ظلم وقع عليه هنحاول نعرف أسباب الظلم كانت إيه وإيه اللي حصل وربنا كان فين من القصص دي كلها نرجع تاني لقصة يوسف يوسف بعد ما اتكلمنا عليه وأخطأه المرة اللي فاتت هنتكلم النهاردة على موقف غريب قوي الموقف ده اسمه خير تعمل شر تلقى القصة إيه القصة إن أخواته راحوا يرعوا كل أخواته راح يرعوا وهو كان مستني في بيت أبوه فأجيه يعقوب قلبه وغوشه قال أخواتك خرجوا بقالهم فترة ورا الغنم وما رجعوش رح يطمن عليهم فراح يطمن في حتة اسمها شاكيم يعني هم عارفين هم بيرعوا في حتة اسمها شاكيم هنسمي شاكيم دي زي مصر الجديدة منطقة زي مصر الجديدة فهو أخد الجلابية بتاعته شوية خبز كده ولا أي حاجة وراح لأخواته يطمن عليهم في منطقة شاكيم أو مصر الجديدة بصي مين ملاقهمش بصي شمال ملاقهمش فلقى راجل بيقوله أنت راح فين قال له أنا بدور على أخواتي قال له أكنوا هنا بس يظهر المرأة هنا كان قليل فراحوا لحتة تانية اسمها دا ثاني يعني زي بالزبط مصر الجديدة وقول عباسية حاجة كده مثلا هنقول خمسة كيلو ماشي المفروض يرجع لأبوه ويقوله أنت قلت لي دور عليهم في شاكيم ما لقتهمش في شاكيم فرجعته بقولك أنه هما راحوا في هتة اسمها دا ثاني يوسف ما عملش كده يوسف كان أمين قوي أبوه قال له روح دور على أخواتك هيروح يدور على أخواته فتكلف أنه يمشي المسافة من شاكيم لدا ثاني علشان يدور على أخواته ولما دور على أخواته يقول الكتاب المقدس أول ما أخواته شافوه قاله ها 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 هو زي صاحب الأميص جاي لنا بالأميص الملوني نطمختر وقابليها كان بيقولوه لأن أخواته وقعوا في الحسد حسد يعني غيرة قصية بغل بغيز برغم في الانتقام قاله جاي الأميص زي ما نقول إيه البيه نور سور يعني أنا بستخدم الناس بيتقوله دوقتي هو البيه شرف وهما متغازين ويقول الكتاب المقدس كده إن الحقيقة قالوا أو الكتاب المقدس كشف اللي جواعهم قالوا احتالوا ليقتلوا قالوا بقى فرصتنا بعيد عن أبوه وإحنا في أرض بعيد عن البيت يلا نخلص منه اللي حرق دمنا ليل ونهار للدرجة دي في ظلم للدرجة دي في شر أخوات يتأمروا على أخوهم عشان يقتلوه مش قلتلكم أن يوسف يمثل المسيح إلى خاصاته جاء وخاصاته لم تقبله اللي جاي يخلصهم هما اللي صلبوه نفس الموقف مع يوسف اللي رايح يطمن عليهم ومبعوت من الآب عشان يطمن عليهم هما اللي فكروا إزاي يقتلوه بالضبط 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 زي الكتب والفرسيين لما عملوا مع المسيح في حتة تانية إن جيه واحد من الأخوات اللي هو رأوبيني الكبير البكري هلو مسمعوا بقى لا 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 إحنا ما نلوس دم إدينا بأخونا في بير نرميه فيه ونخلص منه والبير ده مفهوش مية بير ناشف ففعلا حدفوه في البير بعدها بشوية خلي بالكو خلي بالكو من التشابه والتقارب ما بين يوسف والمسيح واحد اسمه يهوزة واحد اسمه إيه يهوزة لهو أخوته من أخوته يهوزة قال طب نموته ليه ونسيبه في البير ليه منبيعه لأي حد معدي وناخد فضة تامنه خلي بالكو مين اللي باع المسيح يهوزة ومين اللي فكر يبيع يوسف يهوزة الحقيقة هم راحوا ياكلوا علشان بعد ما ياكلوا عودوا شوية مع الغنم هيرجعوا يجابوا يوسف ويبعوا للقافلة اسمها الإسماعليين اللي هم العرب اللي بينزلوا على مصر فيه قوافل تجارية فهم قاعدين كده راحوا بقى في الوقت ده كان فيه ناس اسمهم الميديانيين شعب تاني خالص بيشوفوا البير ده فيه مي ولا لأ سمعوا يوسف بيصوت أو بيعيط أو بينادي طلعوا بحبل والميديانيين هم اللي بيعوه يعني خلي بالكم ما عملش حاجة كان رايح يتطمن على أخواته وتعب بدل ما يروح لشاكيم راح لده ثان يعني مش مشوارين وكانت النتيجة إيه إن مسكوه عشان يتخلصوا منه وفي الآخر خالص اتباع كعبد في أرض مصر نفس القصة خير تعمل شر تلقى يوسف عمل إيه وحش ولا حاجة ده بقول لكم مش الميلمي لين يعني هو لو كان ودى اللوع فعلا وراح لغاية شاكيم ورجع وقال له بابا أنا تعبت واتفرهت أكيد أخواتي ملقوش مرعة فسابوا شاكيم لحتة بعيدة وبعدين دول عشرة يعني انت خايف علوم من إيه هيرجعوا هيرجعوا بس الحقيقة هو خرج ورا أخواته وتعب عشان أخواته إيه الشر اللي عمله عشان يتعامل فيه كده الحقيقة فيه ظلم فيه ظلم في الحياة طيب السبب إيه حسد غيرة مع غيز مع غل الحقيقة الشيطان شغال الشيطان كان شغال في نفوس الكتبة والفرسيين ولما كان شغال في نفوس الكتبة والفرسيين حسدوا المسيح عشان الناس ماشي وراه وحسوا بالبلدي إن السجادة بتتسحب من تحت رجليهم فقالوا احنا هنسكت لا ده احنا نسلمه ونبيعه شوف لنا حد خاين من تلاميذه ياخد فضة عشان يسلمه لنا خلي بالك إن المسيحية مش رومانسية والقصص اللي جات في الكتاب المقدس لم تأتي عبثا يعني مش غاوين نملى صباحات ونحكي حكايات ألف ليلة وليلة لأ ده كل قصة موساقة ومكتوبة بالروح القدس لأنه وراها هدف إحنا ينقصنا في تربيتنا الكنسية الجانب الواقعي يعني ربنا ضابط الكل آه وربنا إحنا في عينيه وقال اللي يمسكم يمس حد اقطعينه يا صح تمام لكن برضو ربنا بيكشف لنا إن فيه شر في العالم وفيه إبليس في العالم والإبليس ده حرك الكتب والفرسين ونجحوه في المكيدة بتاعتهم إن يصلبه الإنسان يسوع البار البريء طيب يبقى ده درسلية وليكم إن إحنا أوقات بنتصدم في الحياة الروحية بنتصدم ليه ما إحنا لازم نكون واقعيين وعارفين إن فيه حرب وعارفين إن فيه إبليس وعارفين إن فيه ناس ممكن تكون ما بتحبناش وتقوم علينا تحت أي سبب وممكن تنجح في شرها آه ممكن تنجح في شرها يبقى فيه حسد مش حسد بمعنى العين لا حسد بمعنى الغل والغيرة والغيز كان دافع والكونكلوجين أو الخلاصة إن فيه شر والشر ينجح أحياناً وينجح كثيراً جداً بس خلوني بقى نلخص الكلام ده في الآخر بس أنا خدت الموقف الأولاني اللي هو موقف أخواته اللي بعوه أو مش اللي بعوه اللي رموه وبعدين الميديانيين لقوه وبعوه الموقف الثاني ده بقى ظلم أبشع هنقول لكم مثل بلدي برضو أو مثل عام إنتوا عارفينه عارفين المثل بيقول إيه أنا صدقوني مش فاكره قوي لكن هحاول أفتكره ردينا بالهم والهم مش راضي بينا حاجة بالمعنى كده أنتوا أكيد حافزينه عكساً مني الكلام ده معنى إيه؟ ده ابن ناس قوي ده الوحيد اللي كان لابس قميس ملون يعني كان عيشت الأسياد في بيت أبو اتباع وتحول لعبد وما عندوش القدر على الفرار ولا الهرب ولا يقدر يرجع لبيت أبو لأنه بقى عبد خلاص ده اللي يلاقيه يقتله لو كان هربان هيقبل الهم وبعدين ربنا يسنده سندة كده فيقول الكتاب المقدس أن سيده اللي هو فتفار رأى سيده أن الرب معه وكل ما يصنع كان الرب ينجحه من كتر ما نجاح يوسف في القصة دي فتفار اداله كل المفاتيح كل المخازن بقاله سلطان على كل حاجة لدرجة أن يوسف في حديثه مع الست بعد كده بيقول لها أن جوزك أطلق يده أو أطلق يدي على كل حاجة في البيت وهو ما بقاش يعرف حاجة يعني أي حد يسأل السيد على حاجة يقوله روح يسأل يوسف فيوسف بقى الماسترو بتاع البيت المدير بتاع البيت كويس قوي إنك قلت إنك بعد ما كنت يا ابني سيد في بيت أبوك بقيت خدام في بيت الغريب مين فينا يقبل ديه ما دي نتاج الظلم الأولاني بس تفرجوا على الظلم التاني جاي وهو أخطر وأسوأ إيه اللي حصل يقول الكتاب المقدس الست إيه رفعت عينها عليه يعني ابتدت تبصله ويقول إن كان يوسف حليوة شوي فإيه لما شفيته حليوة كده يعني من الشام وأبيضان شوي يام زي المصريين الصمر بصت له كده وحطته في دمخة ولما حطته في دمخة ابتدت الشهوة في اقتناسه والتفرط به تزيد نشوف برضو الكلام ده بيقابل إيه لما بنقول رفعت عينيها عليه يعني بصت له بصة معينة كده عاملة بالزبط زي الشيطان لما وضع قلبه على أيوب فربنا بيسأل الشيطان بيقوله أنت جاي منين قال له جاي من الأرض والتماشي فيها فربنا كان عارف اللي جوه الشيطان قال له أوضعت قلبك على عبدي أيوب يعني أنت حطت أيوب في دماغك عشان توقعه آه الست دي حطت يوسف في دمخة عشان تقع معه في القطية عجبني بقى ومش هفوته ياه قد كده الشر موجود آه الشر كان موجود نكمل وبعدين كان في نقطة تانية أن كلمت يوسف ما قدرتش بقى قالت له إيه قالت له أنت عجبني بقى يلا تعالى قال لها لا وهكرر اللي قاله أن جوزك اقتمني على بيته وكل حاجة تحت إيدي ولم يمنع عني شيء إلا أنت لأنك أنت مراته فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله خلي بالكم قال لأ فيه لأ واضحة بتاعت يوسف رمز العفة في الكتاب المقدس خلي بالكم اللي جاي بقى بتقول إيه لم تكل كلمت يوسف يوماً فيوماً يعني ابتدت تغويه ابتدت تأثر عليه يعني تفوت يومين وتناديه وتقول له مش ناوي بقى مش يلا بقى وتقول كلام صعب جداً وده بيكشفتنا حاجة يا جماعة في الحرب الروحية أوعة تفتكر أنك لما تنتصر على الخطيئة بكلمة لقى مرة أن الشيطان هيسيبك هيفضل وراك ويحربك تاني عشان يوقعك يوقعك كم ده حصل مع مين أحكي لكم حصل مع المسيح في التجربة على الجبل مش جربوا مرة بجربوا مرة واثنين وثلاثة ولما المسيح انتصر يقول الكتاب المقدس ففارقه إلى حين يعني إيه فارقه إلى حين يعني قال له هتروح مني فين قصة تانية يا شباب خلي بالكم منها في بستان الرهبان بتقول أن رئيس الشيطين كان عامل مجمع وكل شطان جاي يقدم ريبورت أو تقرير عن اللي كان بيعمله فشطان جاي وقال أنا وقعت زوجين في بعض وخربت بيت وشطان تاني قال أنا قومت مدينة على بعض وشطان طالد بيقول أنا عملت حريقة كالت محصول وبعدين في جاي راهب كده أو في شطان بيقوله جاي مطرب من البرية بيقول للراهب أو بيدي تقرير للشيطان بيقوله أنا بقالي أربعين سنة بحاول مع راهبة وقعه في خاطئة النجاسة النهاردة بس نجحت وتلزز بالفكر يعني جاله فكر نجاسة وسرح فيه شوية وقعته النهاردة بعد أربعين سنة فالشيطان قال له كبير قال له برافو عليك واعده جنبه هيلنا قد إيه الانسستنس أو الإصرار اللي عند مملكة الشر فمش معنى أن يوسف قال مرة لا أه وانتصر وقفل اللابتوب أو رمى الموبايل إن الشيطان هيسيبه قال له لا شويتين كده وهعرض عليك عرض تاني هوقعك هوقعك فخلي بالكم يا ولاد الحياة الروحية دي حرب مستمرة والسماء والإكليل اللي مستنيك يستاهل إنك أنت تجاهد بكل قوتك وإذا كان الشيطان عنده إصرار لازم أنت كمان يكون عندك إصرار يبقى خلي بالكم كويس قوي إحنا بنتكلم على إيه هنا إحنا بنتكلم على الحرب بتاع الست والإصرار لأن الست دي كانت تمثل إيه تمثل الشيطان السؤال إيه اللي حصل بقى إيه اللي حصل إن الست دي في مرة من مرات فض بيها فدخلته ومسكته من الهدوم عشان تقلعه الهدوم راح هو وصوت وجري فالست راح تقلبط طربيزة عليه وصوتت وقالت إيه اللحقه واحد بيتحرش بي إيه اللحقه واحد بيحاول يقرب مني الناس هتصدق العبد ولا هتصدق الزوجة الناس صدقت الزوجة وكانت النتيجة ودي رحلة الظلم التانية إن اتاخد يوسف وتحط في السجن يوسف اترمى في السجن علشان كان بيحافظ على عفته والوصية اللي مكتوبة بالروح القدس في ضميره خلي بالكو بقى إحنا طبعا علشان الناس لينا تخيل عاطفي للأحداث أو تخيل غير واقع الأحداث أكيد ملك ربنا هينزل هو الأول فيه سؤال ليه الست دي لما حاولت توقعه مجاش ملك ضربها ضربة خلاها تتلوى من المغص للست دي ما ماتتش قبل ما تمد إيدها عليه حاجة غريبة قوي دي عاشت والناس صدقتها ودخل السجن أوكي هيدخل الأسبوع ويطلع أصلي ربنا إحناين قوي هيدخلوا 15 يوم ويطلع شهر 13 16 أم الكام 11 11 سنة 11 سنة 11 سنة دا لو كان عمل كده دا لو كان زنة كان زمانه دلوقتي بيأكل عسل أبيض هو علشان حافظ على العفة يتسجل 11 سنة إيه الظلم دا يا رب 11 سنة إنت كنت فين على فكرة هنشوف الكلام دا المرة الجاية بس المرة دي بنتكلم على الظلم وقسوته عشان فيه ناس كتيرة قوي بتبكي للظلم آه الظلم متعب ويجرح ويتعب لكن فيه قصة ما انتهتش عايز أسألكم سؤال هو ليه ربنا فعلا ما ضربش الست دي هو ليه فعلا بعد أسبوع الحقيقة ما انكشفتش دا لو الواحد أيام زمان قوي وإحنا عيال صغيرين لما كنا بنتفرج أقوات على التلفزيون اللي بيجي في القناة الخامسة دا الفيلم العربي وفيه واحد شرير وفيه واحد آه بريء والشرير يعمل مكيدة للبريء كنا نفضل طول الفيلم العربي وإحنا في ثالثة ابتداء وربعة مستداء مستنيين آخر الفيلم عشان الشرير دا ربنا ينتقم منه إيه جماعة البوليس يقبط عليه تفاكرين طبعا الحاجة بتاعت الطفولة دي لكن إحنا في موقف هنا ربنا بيتفرج الحقيقة السؤال الصعب اللي أنا عاوز أسأله إزاي ربنا الحنين أبويا دا أبويا الجسدي أنا لو شافني مظلوم هيجيب لي أكبر معامي وممكن يفديني ويخش السجن مكاني عشان أنا أطلع طب إزاي ربنا يتفرج عظوم اللي واقع على أولاده كده ويسكت هنقول بقى حقائق روحية ننهي بيها اجتماعنا النهاردة الحقيقة الليقول إحنا قلنا إن فيه شر في العالم والشر دا أوقات يسود وأوقات ينتصر طب ربنا دره إيه في الشر هقوله هو ما تستعجلش علي أول حاجة فيه نوع من أنواع الظلم ربنا يتدخل فيه فورا زي قصة سوسانة العفيفة اللي اتنين شيوخ من بني إسرائيل اشتهوا جمالها وطلبوا إن هما يقعوا معاها في الخطيئة ولما رفضت عملوا زي الست مرات فوطفار وتبلوا عليها وجابوا أو قالوا هنشهد عليها عشان تترجم خيروها ما بين الزنا والموت وهي قالت لأ الموت أهون من الزنا طيب يبقى ده موقف ربنا تدخل فيه آه طب ليه ما عملش كده وفيه موقف تاني ربنا ما يتدخلش خالص زي اللي حصل مع الشهداء يعني إيه اللي حصل مع الشهداء في سفر الرؤية الناس اللي تقلمت وترجمت وماتت بقشب شعلميتات شفنا منظر في منظر رؤية أن الشهداء بيصرخوا من تحت المسبح يقولوا يا رب امتى يا رب يكون انتقامك وامتى يا رب يكون عدلك قال لهم استنوا بس ما فيش حاجة بتضيع يعني فيه ناس ماتت مظلومة بس فيه حساب في الآخر يبقى فيه ناس خدت ربنا رفع الظلم عنها فورا وفيه ناس ربنا هيكللها ويرفع الظلم في الآخر ويعلن برائتها بس فيه حاجة في النص وده اللي حصل مع الشاب اللي مننا أو الشاب اللي زينا الشاب العفيف اللي اسمه يوسف إن ربنا تدخل وبسبب حكمة الله المتناهية وبعلمه السابق أجل خروجه وإعلان برائته لمدة 11 سنة يبقى فيه تلات طرق ربنا يتعامل معها بالظلم نعم رواحد اظهر البراء right now أو دلوقتي أو اظهر البراء بإكليل إن فيه واحد احتمل الظلم لغاية النهاية في السماء أو ربنا بيكون رايد بحكمته السابقة إن يعلم يوسف دروس كتيرة أوي كان محتاجها لإن ربنا ليه تدبير وبعد 11 سنة لما هيخرج يوسف الدنيا هتتغير 180 درجة اسمحولنا نكمل القصة المرة الجاية بس النهاردة عرفنا إن فيه ظلم وفيه تدخل إلهي بتلات طرق كل ده مطروك لحكمة ربنا وقامة الإنسان والظروف المحيطة لأن مفيش طريقة سابتة ربنا بيتعامل معها مع الموقف لكن فيه تلات طرق زي ما احنا اتفقنا ربنا يدينا نعمة وبركة ونتقابل مع بعض إن شاء الله الأسبوع الجاي مع شاب بيمثل كل واحد فينا شفنا لما كان متدلع ووصل لإيه وشفنا لما الظلم وصل لإيه بس لسه للموضوع بقية لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد آمين